اشتركوا في القناة ايدي سنة 5 يلا ياسين البحر متواصل البحر متواصل يجيبه صحيحة ياسين البحر متواصل نقم اثنين دولة ايدي سنة 5 يلا يا رضا دولة لبي دولة ديبن نقم ثلاثة دولة ايزيد قولي محمد السودان السودان نقم اربعة البحر يلا يا جاسين البحر الاحضر رقم خمسة بحيرة وييونة بردوين بردوين مبتازة وليوم كلوم يا يونة رقم ستة المنزلة المنزلة شاكيه رقم ستة فين اهل المنزلة رقم سبع برولوس رقم سبع عينا في الدلدة البرولوس رقم تمانية اتكو اتكو رقم تسعة مريوم مبتازة يونة رقم عشرة هنا محايرة يلا يا سين قارون مخاطر يا سين رقم احداشر محايرة يلا يا احمد محايرة محايرة ناصر مفاعدة ممتازة رقم اتناشر ممخفض يلا ردو الكتارة الكتارة ممتازة يا ردو تقسير ممخفض تانية عندنا اسمه يا ردو ممخايا محايرة ممخفض الفيوم خاطر يا ردو رقم اربعة عشرة دولد يلا يا محمد فلستين فلستين ايه خمستاشر بيقولك منطقة انتاج الفحر انا خشوعة عشرة عندو فين فين فشبية جزيرة استئناية اسمها ايه دي يولا يا يوسف دولتا يا يوسف جبل المغارك رقم ستاشر منطقة انتاج الحدير هروح فينا على طلع الصحراء ليه؟ الغربية. جلازيات. ممتاز الوحاية البحرية. رقم سبعتاشر. بيقول لي منجم. وحطيت لي هنا عند سواحر البحر الاحمر. منجم ايه دوت؟ قولي ايه يومنا. منجم السبتاني. ممتاز الانتاج ايه ده يومنا. ممتاز ايه يومنا. رقم سبعتاشر. منطقة الاستخراج الفوسفان. قولي يا محمد. قضبت ابستردوت. طيب لو قليني هنا اسمت سمسة. وقالي محافظة ايه ده هقوله ايه؟ ممتازين محافظة الوادي. ممتازين محافظة الوادي جديد. شبتوك. طيب. رقم تسعتاشر. منطقة الاستخراج المانجانيز. منطقة الاستخراج المانجزيلا يا فرح. درافق ام مدبة ايه رقم تسعتاشر. ايه بشد جزير السيناء. ام مبادبة. رقم عشرين. مشروع. مشروع. مشروع ايه دوت. قولي يا شروع. منتازة ترعة السلام. رقم واحد وعشرين. مشروع اهو. فوشي عطل بحيرة ناصر. يبقى اسمه ايه. قولي يا جاسد. تشكب. رقم عليك مشروع تشكب. رقم اثنين وعشرين. ها. عند جاب الاوينات دي اسمه مشروع ايه. قولي اية. شرق الاوينات. شرق الاوينات. ممتاز اشارق الاوينات. رقم تلاتة وعشرين مشروع ايه? قولي يا شهد الفرفرة. طيب اربعة وعشرين دي ايه بي? اربعة وعشرين قناتر. قناتر ايه دي? قولي محمد. ممتاز دجا حمادي. طيب خمسة وعشرين. قناتر ايه دي? قولي يا يومنا. قناتر اسنى. طيب لو كابلي ستة وعشرين. شفين مكان اخير فوقه حايرة نصرة عضو. قل لي محطة قهرباء ايه? هتبقى محطة قهرباء ايه? قولي يا ملك. ممتازة ملك في السد العين. قلو فوقيها يا ملك. محطة قهرباء? ممتازة خزان اصبر. يبقى اكنا كده? اكملنا الخريطة على قد ما انا يقدر مشى الله. السؤال الثاني. فيما تفسر? قيام الزراعة في الساحل الشمال. فيما تفسر قيام الزراعة في الساحل الشمال. يالله يا مريم. اهتمام الدولة في تنمية الصروة السمكية. ليه الدولة بتهتم في تنمية الصروة السمكية? يالله يا محمد كمال. يالله يا محطة. صدر يا محمد شكرا. ممكن يجينا في بيما تفسر اصبر سبب واحد. لو قالك اصبر سبب واحد يبقى اقوله سبب واحد. ممكن اقوله ايه? اهتمام الدولة بتنمية الصروة السمكية. هي ليه الدولة بتهتم بتنمية الصروة السمكية? لانها تعد مصدرا اساسيا للغزاء البروتيني فيمس. او ممكن اقوله لتحسين مستوى معيشة السيارة. او ممكن اقوله لتقليل حجم الواردات من الاسماك واللهون. وزيادة انتاج الاسماك من البحار والانهار والمزارع السمكية. السؤال الثالث بيما تفسر؟ طبعا زب احنا عارفين بيما تفسر ده يعني عايز اجابة. بسبب. البحر المتوسط اقصر بحار العالم تلوصة. يلا يا جاسم. بسبب قصرة المدن التي تصرف مخلفاتها فيه والسفن العضاقة التي تضي مخلفاتها فيه. السؤال الرابع. تسميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم. ليه الكنيسة المعلقة سميت بهذا الاسم؟ يلا يا جندد. لانها بنية على انقار قدران برجان كبيرين من ابراغ الحسون الرومانية. ممتازة الفضال يا عودي. لانها بنية على انقار قدران برجاني كبيرين من ابراغ احد الحسون الرومانية. فبحد يقدر يقول لي ايه يا تاني? الاسرار الكبتية الموجودة عندنا في مصر? قل لي ايومنا. لان دينا الكنيسة المعلقة. وديرة وادي المحرق باسيوت. ايوة. وعندنا ديرة وادي المطرورة من امها. موجودة فين؟ في البحيرة. من امها دير الامة بشوت. ممتازة دير الامة بشوت. والسرار الكبتين في الفضاليا اليومة. السوال الخامس مينا ام حفاظتût برضو? رغبة بطلان يوثي الاول قيل قرмотрите مقيقات. لم يوثر م cual لدي سنة الانه دي القصة الامرض بحفوط م Police.ger جيلا يا سيني المنتاز يسيني نتفقس السوال الساضس يمارس الانسان العديد من الاقشدة الاقتصادية. ف احنا ليه من مارس الاقتصادية? احنا ليه منمارس الزراعة؟ ليه منمارس الصناعة? ليه منمارسة? يلا يا زياني؟ لتحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال جديدة من المنتجات لإشباع حاجات الإنسان السؤال السابع اهمية النية العزبة في مصر. اهمية النية العزبة في مصر. يلا يا اي 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 تساعد على قيام الزراعة ووصيلة ناكل اهمة ورخيصة. سؤال الرابع انشاء ميناء اضميات بما تفسد. يلا يا خالد. ليه انشاء ميناء اضميات. بسبب لتخفيف الطخ عن ميناء الاسكندرية. تفضل يا خالد. السؤال التاسع مين ما تفسد سقوط دولة البطالمة. يلا يا احمر. طعفة ملوك بعد محنانوس الثالث. سورات المسجلين بنت تتخفين فطالية البطالمة. منتاز متاز. سقوط دولة البطالمة. وزي قلت لك اكد وعيد منك سبق واحد والنبي ما تفسد. لو سبهالك كده دي ما تفسد لازم ابتبله ايه ثلاث مقابل. ضعف البلوك بعد محنانوس الثالث. سورات المسجلين ضد حكم البطالمة. زيادة نفوز روما. وتدخلها في شؤون مصر. خاصة في عهد دولة البطرة السابعة. السؤال الثاني. ليه بيقول ليه بصوت ما تحت اوخة. تم سق اول عملة معدنية في عهد اكتافيوس. انا عايز اشوف الايجابة. بصوت ما تحت اوخة تحت عهد اكتافيوس. اكتف عهد مين. اتفضل يا زياد. وانتان فاقول في عهد مين. بطلب اليوس الاول. السؤال الثاني. اعلى نصب تسكاني في العلم هو معبد رأس السوداء. يلا ايا. عمود الثوارد. عمود الثوارد. حشير الرأس السوداء طبعا. عمود الثوارد. السؤال الثالث. دخلت المسيحية مصر على يد القديس بقى خون. مين حيص احاولي الاجابة. يلا يا ردوة. القديس ملقص ممتازة يا ردوة. السؤال الرابع. اكبر اديرة مصر والشرق الاوسط هو دير الامة بيش هو. يلا يا محمد. رابع الاجابة. المحرك او المحرك. هو دير السيداء اصرار. السؤال الرابع. اكتب ان اصطرح. لاني. زياجة ملسوبة نياه على المستوى للفطايا النار في موسي المعين. ده تعريف ايه. يلا جاسر. الفيضان. الفيضان. المنتاز يا جاسر. تعريف الفيضان. السؤال الثاني. يستخدم في صناعة الاسمدة الزراعية والمبيدات الخشرية. يلا يا سيني. الفيضان. 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 شادري ياسر. السؤال الثالث. انتقال السلع والخدمات بين الدولة وطول العالم. ده تعريف يلا يومنا. تجارة خارجية. برافو تجارة خارجية. السؤال الرابع. عملية اقدم فيها فصل مكونات البترول. ها. ده تعريف ايه. قول يا ملك. تكرير البترول. تكرير البترول. تبحد ايه ده يقولي ايه مش طبقات البترول. ها. يلا جاسر. السولار. وبنزين. السولار والبنزين والمزوت. منتاز يا جاسر. فضل يا جاسر. رقم خامس ده فأكد المصطلح العلمي. هي القأرباء المائية المولدة من السُّدود والفناطر والخد ثاني. ده تعريف ايه. يلا يا رضوة. الخ jedemال الحرارية. لأ يا الرضوة يا رضوة بشيء القرباء الحرارية. ده تعريف ايه قول ни محمد. الطاقة القهرمائية الطاقة القهرمائية ده تعریف الطاقة القهرمائية ايّة скоро تتولد من السندوط ولا تغر literature مرح labor هي القرباء المولدة من اختراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي ده تعریف ايه بقا microphone ها هاجم يعطي ال showers القرباء المولدة من اختراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي يا لا ده عدت إيه بديا عارف إيه. قول يا جاسب. القهرباء الحرارية سماعَ ấy. القهرباء الحرارية. ما الـ... ما النتاج الـ متردّبة على آخر سؤال معنا ما الـ... ما الـ الـ... ما الـ.... متردبة على رغبة بطلاميوس الأول في الانفراض بل حكم مصر. ليه بطلاميوس الأول كان عايزة بفرق بل حكم مصر. يل لها سيات. معدّى إيلا تأسي tincكس معده موسط أنت مـ.. آه ما النتاج إيلا تأسيكس سـ دور spur 조ات في مصر. فرع بين بما تفسر رغبة بطلميوس لأول انفراض حكم مصر بسبب ايه عقل بسبب سرواطيها العظيمة وتاريخها المدين وهنا ما النتائج؟ ما النتائج؟ أدى الى تأسيس دورة البطلمة في مصر طيب السؤال الثانية ما النتائج؟ تلوث سواحل البحار والبخائرات في مصر أدى الى ايه؟ يلا يا محمد أدى الى قلة السروة السباكية وتلوث الياه في مصر طيب لو اننا خلنا اي آخر سؤال معاءنا ماذا هيحدث إذا؟ زاهات صادرات مصر إلى دول العالم لو صادراتنا زادت إليه هيحدث ايضا؟ ك Büllygde الحصول على العملات الأقنابية و زيادة الدخل القوي وتنمية الصادرات وتنمية التجارة الخارجية و ممكن اقول لك كمان ايه؟ transparent census السؤال الثاني ماذا هيحدث إذا؟ تجمدت البحار في مصر لو تجمدت البحار يلا يا أحمد عدم موجود نقل بحري عدم موجود المواني وعدم استخراج البترول من قاع البحار وعدم استخراج البترول من قاع البحار عدم موجود نقل بحري عدم موجود المواني طبعا على البحر الأحمر وعدم استخراج البترول من قاع البحار طبعا احنا عارفين ايه المواني اللي عندنا سحر البحر المتوسط مناء الأحمرية وعارفين ايه استوحر الموجود عندنا افتح البحر الاحمر نعم تمام وكده سنة قنصت انتهت مراكعتنا بتوفيق ان شاء الله